مش عارفة أحكي لكم القصة منين بس يعني أنا عندي شوية معاني طلعت بيها من فترة المرض وعايزة صراحة أن أنا أهل المغرب حبيبي كلكو حبيبي والله عايزة أقول لكم الفترة اللي أنا مرت بيها والمعاني اللي ربنا فاض علي بيها فضل الله سبحانه وتعالى رب يكون خير وزقنا الإخلاص بيه خلينا أبدأ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام طبعاً هبص هنا شوية وهنا شوية وهنا شوية واللي على كل منصة بقى يتابعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يقضي الله عز وجل لمؤمن قضاء بصه إلا كان خير الله وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته شراً أعمل إيه؟ أصابته صراء شكر وإن أصابته ضراء صبر ده خير الله وده خير الله لكن أنا صراحة يعني عندي في موضوع الابتلاء ده بعض اللي معاين سواء كان مرض أو زمانتوا عرفتوا الفترة أونية كانت بنتي مريومة بوتيت بتاعنا الجميل الرقيق اللي في العيلة اللي هو يعني إيه؟ أعتبر من شابهنا يعني هو حريم تاني خلق بحريم العيلة صراحة كان ابتلاء مريوم وبعدين الحمد لله رب العالمين كان المرض بتاعي فحمد لله على كل حال فعايزة أقول إن الابتلاء عبارة عن تمحيص خلي بالكم من النقاط اللي أنا بقولها دي أي ابتلاء؟ كان تمحيص رفع درجات قوة إيمان مش قوة بدنية للاستحمل لحسن أخطوكو هلا دي ما خلتكو هلا ما بتستحملش أنا بحس بالألم من قبل ما ييجي يعني الألم لسه مجايش ممكن أعس بيه مش قوة بدنية ولكن قوة الاستعانة بالله عز وجل وقت الابتلاء وركزوا في النقطة دي لإني وداء قوة استعانة بالله وقوة دعاء آآ دا تجينا يا رب آآ اللي كان قال إني في موضوع مريم إنها حيتي مش بتعرف تقول آآ يعني مزيينة كده آآ رب مفيش محتاجة كده يعني كان آآ كان التبكي يعني يا بس مجرد يعني الدموع نازلة بس من الألم يعني إحنا سبحان الله أقولكم على المعنى الجميل اللي أنا اكتسبته لمنى ربنا علي يبقى الابتلاء تمحيس ورفع درجات قوة إيمان قوة استعانة بالله سبحانه وتعالى نية من النواية اللي الله سبحانه وتعالى منها علي في المرض ده النية الجميلة دي اللي ابتلاء تمكين إيه ده الله أنا ما بصدق أنا عن نفسي ما بصدق أوم جاية متمحكة في أي معنى وفي أي حديث أقول لنا رب أنا تحت طائلة هذا الحديث لما سئل الشافعي رحمه الله يا أبي عبد الله مقلوله كده يا أبي عبد الله أيهم أفضل للرجل يمكن تمكين ولا يبتلى الله والله لا يمكن حتى يبتلى الحمد لله وفي العالمين في أي حد يحصله بتلاقي يقول له رب عبدنا في زمرة التمكين بقى ونضو الله سبحانه وتعالى طبعا الأنبياء اكتلوا 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 ثم ممكنوا الحمد لله رب العالمين والواحد يعني ده معنى من المعاني أنا معرفش إيه اللي جاب الحديث على دماغي متسألونيش إيه اللي جاب الحديث على دماغي ما عرفش ما عرفش حقيقة لكن أنا صراحة تمحاجة يعني قلت يلا أنا حدخل تحت طائلة الحديث وده كانت نية من النواي نية كمان والحاجة الجميلة اللي قالها بن القيم في الفوائد لا يمكن حتى يبتلى طيب اسمعوا بقى نية كمان اسم الله اللطيف مش اسم الله اللطيف لا اللطف الخفي اسمعوا معايا اسمعوا معايا وركزوا شاند يا كلام مهم جدا اللطف الخفي اللطف الخفي اللي هو إيه آه ساعة ما بنقول يا صاحب اللطف الخفي إيه أستجيره بك بك أستجير وبك أستعين وعليك أتوكل وأكتفي هو إحنا ينفع ندعي بلطائف أو بخفايا اللطائف أه هلوكوا كلام الشيخ السعد النهاردة في اللطف الخفي وإزاي أنا جالي المعنى ده يعني المفروض في المرض يا شافي يا وكيل يا رب يا معافي يا رب يعفينا يا رب لكن اللي جاهي على دماغي سواء في مرض بنتي مريم أو في مرضي لطف الله الخفي نا مريم رحين نكشف على القلب وإيكو مش عارفة مش عارفة تاخد التنفس حاجة يعني علاقة بالقلب اللي إيه طب لا ده نقص عديد مش عارفة حاجات دي وبقدين اكتشفنا لا 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 ده الرئة نسبة الأكسجين لداخلها 40% لا 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 ومش عارفة انسداد إيه وتأخش عملي إيه خطأ لو لا إن احنا بنكشف ده ما كناش اكتشفنا ده وده رحمة من ربنا سبحانه وتعالى ده اللطف الخفي رقم اتنين من اللطف الخفي أنا لم أشتكي بجنبي هذا إلا مرة واحدة بس وراح عشان السكر عالي يعني مش عشان لا أنا راح عشان السكر عالي السكر عالي آه لا ده مش عارفة فيه بتاع عملي اللطف الخفي الشيخ السعدي بيتكلم وبيقول ابن القيم برضو أي في الكلام ده أنا عايزاكوا تقرأوا الأسماء الله الحسنى من برسالة ترجمة بتاعت ابن القيم وللشيخ السعدي وشيخ عبد المحسن البدر الشيخ السعدي بيقول إن الله سبحانه وتعالى اسمعوا يا بنات واسمعوا يا أخوات اسمعوا يا زوجات وعايزا للرجال يسمعوا يا بتاعز وخير وبرك الله عز وجل يعطي العبد معنى اسم الله اللطيف يعلم سرائر الأمور وخفايا الأمور وبواطن الأمور اسمعوا وينجي العبد اسمعوا وينجي العبد من الابتلاءات بأمر خفي لا يعلمه العبد أو بأمر جلي يعلمه العبد ويسوقوا إلى الخير الله اسم الله اللطيف يلطف بنا يا رب فيما جرت به المقادير ألطف بنا فيما جرت به المقادير وده اللي قاله الشيخ السعدي يدفع عنه بالشر بلطف خفي ساعات يعلمه العبد ويبقى معلن وساعات بطريقة لطيفة لا يعلمها العبد وده اللي حصل فيا خفي يا لطيف يا صاحب اللطف الخفي الطف بنا يا رب فيما جرت بينهم أوصيكم بالدعاء ده وبالاسم ده حاجة من الحاجات الجميلة اللي احنا محتاجينها الاستفادة رقم أربعة قوة الاستعانة زي ما قلنا وكانت الدعاء يعني إذا وقع البلاء الآية فلو لا إذ جاءهم بقسونا إيه اللي حصل تضرعوا قوة الاستعانة بالله وقوة الدعاء لله سبحانه وتعالى من ضمن الحاجات الجميلة عن بركة الدعاء ابن القيب كان بيقول في كتاب الفوائد كان بيقول الدعاء من أنفع من أنفع الأدوية لدفع اللي بتلقى ودفع البلاء ورفعه أو تخفيفه أو تسهيله أو إزالته تماما وإذا نزل يخففه الدعاء ولو لا إذ جاءهم بقسونا إيه اللي حصل تدرعه هو مش عايز منك هتستحلم ملي القلم ولا إلا إحنا مساكين جدا على فكرة إحنا لا بنستحمل ولا بنعمل ولا لنا في القصة دي تماما لا عرفش بقى كده الكاميرا جايب إيه ولا لنا في القصة دي لكن لنا في إيه نستعين بالله مناش غيرك نجينا يا رب يا صاحب اللطف الخفي بيك نستجير وبيك نستعين وبيك نلوس يا رب العالمين وبيك نكتفي أنا لو هنكتب منكو في النص ما تسعرش مش قادر أخذ نفسي مش نبس نبقى واضحين مع بعض من ضمن الجمال في موضوع الابتلاء الاستغفار طبعا والتوبة وحسن الظن في الله إن كله خير بصوا ساعة لما بيحصل قبلت مش بتوبقى شايفة إن دا خير بس لما بتتفكري هو دا الخير كتير جدا بيحصل ونعرف إن هو دا الخير والله من ضمن الحاجات اللي ممكن نستفيد بيها وقت الابتلاء الصلاة فافزعوا إلى الصلاة نفس حديثة نابرواية تانية فصلوا حتى يفرج عنكم وإنت بتوبقى إياه مش قادر أوبا أربك أسجد أسجد مش قادر أوبا مش قادر أودوني طب مش عارفا عشان كده خذ من شبابك لا ثقا خذ من شبابك ومن فراغك للوقت اللي انت مش فاضي فيه والوقت اللي انت عامل فيه دا الله سبحانه وتعالى يعلمنا يا رب ما يفعل فصلي صلوا حتى يفرج عنكم من آخر حاجة اللي هي ربك أقم سبعة تقريبا من الاستفادات بتاعت من فترة المرض موضوع الصدقة موضوع صدقة بصخات يعني مش عارفا ينفع أقول الكلام ده على الهوى لا لا بس يعني شفت أثر الصدقة والإطعام واضح جلي ده ومرضاكم بالصدقة والصدقة تدفقها ده بالرب وفدوهم فديناه بذبح عظيم كل الكلام ده يعني أدعو الله سبحانه وتعالى يتقبل ممن أطعم ومن تصدق وممن ذبح ومن أخرج لله سبحانه وتعالى الصدق ولو بالقليل تنجيكم كذاكم الله خير